اشتركوا في القناة أسماءات التهاني وخالص التبركات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة ولشعب البحريني الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك سائلنا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا العزيزة وملكها المفدة وشعبها الكريم باليمن والخير والمسرات وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار سائلنا المولى عز وجل أن يتقبل من الصائمين طاعاتهم وصالح أعمالهم والدكون العشر الأواخر المباركة من شهر رمضان الفضيل وقيامها ملهمة لما يزخر به القرآن الكريم من معاني سامية في تجسيد أواصر التواصل والتلاقي والمحبة بعدها نعى مجلس الوزراء بعميق الحزن والأسى سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طيب الله ثراه والذي وفته المونية مؤخرا ووقف المجلس دقيقة حداد على روح الفقيد والدعاء له معربا المجلس عن تقديره الكبير واعتزازه البالغ لما قدمه الفقيد الراحل من إسهامات جليلة في سبيل خدمة وطنه وما بذله من جهد مخلص سيظل دائما ماثلا في الذاكرة الوطنية من خلال المناصب التي تقلدها في البلديات أو في المجال العدلي أو القضائي أو الشؤون الإسلامية مؤكدا لمجلس بأن سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله كان أحد القامات الوطنية التي ستذكرها البحرين قيادة وشعبا بكل إجلال وتقدير واحترام بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى قمة ربعية في مكة المكرمة لدعم المملكة الأردنية الهاشمية ما تجسد واقعا وتطبيقا سعي المملكة العربية السعودية المتواصل والمستمر لدعم استقرار الدول العربية والتنمية لشعوبها من واقع مسؤولياتها العربية وأثنى المجلس على الاستجابة السريعة لهذه الدعوة الكريمة لما تمثله من حس وشعور بالمسؤولية تجاه التضامن والتكافل العربي مشيدا المجلس بما خلصت إليه هذه القمة من نتائج هامة ستشكل دعما للأردن الشقيق من جانب آخر فقد أشاد مجلس الوزراء بما يمثله المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي من نموذج حي للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره وألياته وبدوره في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك ورحب المجلس في هذا الصدد بما أسفر عنه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي الذي عقد مؤخرا في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورئيس الجانب السعودي منه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعن الجانب الإمارتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم على صعيد وضع ظوابط على بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى بما فيها أحياء المحرق وقلالي والزلاك وفي بعض القرى والمدن الأخرى لضمان عدم تأثير عمليات البيع على التركيبة السكانية والخصوصية المجتمعية والتاريخية لهذه الأحياء والقرى والمدن وبما لا يضر بالعملية الاستثمارية وكلف سموه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ ما يلزم لذلك وفي إطار ذي صلة فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بدراسة إنشاء مشروع إسكاني في سار كما وجه سموه الوزارة المذكورة إلى استيعاب الطلبات الإسكانية الحالية للأهالي بسار في مشروع الهملة الإسكاني وفي مدينة سلمان ومن خلال برامج مزايا بعدها شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على كافة وزارات الخدمات بأن تكون حاضرة دائما في خدمة المواطن ويحرص الموظفون والمسؤولون فيها على الرد على اتصالات المواطنين والمراجعين الهاتفية التي ترد إلى بدلات الوزرات الحكومية وهواتفها المختلفة موجه سموه إلى تكثيف الرقابة لضمان سرعة الرد على اتصالات المتعاملين مع الوزرات وجودة التعامل معهم بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا انسجاما مع ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليلعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والذي عقد في باريس عن الترحيب باستضافة المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر بمملكة البحرين وحرصا من الحكومة على تعزيز مساهمة مملكة البحرين على الصعيد الدولي في الحفاظ على البيئة ودعم الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة التغير المناخي والحد من آثاره فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في مملكة البحرين الذي يعد واحدا من أهم الآليات التمويلية في مجال التغيرات المناخية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ التي صدقت عليها مملكة البحرين سنة 1994 وفوض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع النهائي على اتفاقية إنشاء المركز المذكور وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثانيا وفق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة تصنيف جديد من المركبات تحت مسمى سيارات أثرية الكلاسيك وإضافة لوحات تسجيلها إلى جدول أنواع لوحات أرقام التسجيل كما يهدف التعديل أيضا إلى وضع ضوابط على تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية في هذا الشأن على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة كما وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار يدرج لوحات تسجيل السيارات الأثرية ضمن دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة لتسري بشأنها كافة القواعد والإجراءات المتعلقة ببيع لوحات أرقام التسجيل المميزة فيما ينظم القرار الذي يصدر عن وزير الداخلية أيضا وضع الأرقام المميزة على سيارة التأجير أو سيارة الخاصة بعقد تأجير ينتهي بالتملك ثالثا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوزيع استخدامات الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد عليها كمورد للطاقة الكهربائية وتبني البدائل التي تجعل تخزين هذه الطاقة ميسرا وذي جد واقتصادية وذلك خلال متبعة المجلس للاستعدادات لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء خلال الصيف 2018 وما تم اتخاذه استعدادا لذلك على صعيد قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء كلا على حدة كما اطلع المجلس على الخطة التي أعدتها هيئة الكهرباء والماء لتقوية شبكة جهد الكهرباء وإعادة تأهيل محطات التوزيع الفرعية وتوفير 308 مولدات متنقلة لاستخدامها في حال انقطاع الكهرباء وأطلع سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء المجلس على عرض مدعم بالإحصائيات يظهر التحسن الملحوظ في عدد ومدد الانقطاعات الكهربائية مقارنة بالأعوام السابقة حيث أثنى المجلس على جهود وزير شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء رابعا وفق مجلس الوزراء على اعتماد نظام جديد يسمح للمسافرين العابرين الترانزيت من البحرين بالبقاء في المملكة ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية لتعديل قرار الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة خامسا بحث مجلس الوزراء خمسة مذكرات تفاهم للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا في مجال التعليم والتعليم العالي والزراعة والثروة السماكية وفي مجال الطاقة المتجددة وبشأن الصادرات الفرنسية والبحرينية المشتركة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية سادسا بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري من خلال المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ويتيح التعديل المقترح عدم تأثر معاملات الشركات المملوكة لنفس الشركاء عند تقديم طلبات المعاملات في السجل التجاري سواء التجديد أو إلغاء القيد أو إجراء التأشير بالمخالفات على شركات أخرى المملوكة لهم بحيث يقتصر التأثير فقط على الفروع التابعة لذات القيد فإذا كان لشركة أو مؤسسة عدة فروع في نفس السجل التجاري وكان أحد الفروع التابع لها مخالفا فإنه على الشركة أن تبادر بتصحيح مخالفة ذلك الفرع قبل إجراء المعاملة دون التعرض للشركات الأخرى المملوكة لنفس الملاك سابعا بحث مجلس الوزراء مشروع قرار ينظم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين بي اتش ويعدل القرار الصادر سنة 2008 في هذا الشأن ويضفي مشروع القرار الذي قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات مزيدا من المرونة في تسجيل اسم النطاق من خلال السماح بنظام المسجل المعتمد والذي وفقه يتم اعتماد مسجلين لاسم النطاق بمملكة البحرين مما يقلل الكلفة التشغيلية على هيئة تنظيم الاتصالات ويزيد التنافس والاستقطاب ويرتقي بالخدمات المعلوماتية للمجتمع في جبكة الانترنت والحصول العادل على اسم النطاق وقد قرر المجلس احالة مشروع القرار آني في البيان الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ثامنا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون قدمه مجلس النواب بتعديل قانون الجمعيات ويشترط التعديل ان يتمتع المرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعيات والاندية بحقوقه السياسية والمدنية ويضمن عدم مشاركة اي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في اداراتها لما يتطلبه ذلك الموقع من توفر هذه الصفة فيما يترشح لها نظرا للمزئوليات الملقا عليه وما يقوم به من مهام بحكم عضويته في مجلس الادارة وقرر المجلس احالة مشروع القانون الى السلطة التشريعية مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله بالموافقة